دعا محافظ أبيان اللواء أبو بكر سالم السكان والقوى السياسية في المحافظة إلى التغلب على آثار الحرب التدميرية لتنظيم القاعدة وميليشيا الانقلاب وشدد المحافظ خلال تفقده عددا من المرافق الحكومية لمدرية زنجوبار على ضرورة التكاتف والتعاون والوقوف صفا واحدا للنهوض بالمحافظة ويعادة الإعمار مشيرا إلى أهمية تطبيق الأنظمة والقوانين وأسس الدولة والعمل باتجاه تعزيز مكانة الدولة وهيبتها ارتفع عدد المختطفين في سجون ميليشيات الحوث والمخلوع الصالح إلى 16800 خلال الفترة من 21 سبتمبر للعام 2014 وحتى نهاية إبريل من العام 2017 وأشارت منظمة رايتس رادر لحقوق الإنسان في تقرير لها إلى أن المختطفين يتوزعون على 484 سجن غير رسميا في صنعها وعدد من المدن التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب أعلن مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية أنه سيقدم كميات من المستلزمات والمواد الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي لمستشفى الثورة العام في تعز عواضا عن التي استورت عليها ميليشيا الحوثي ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المشرف العام لمركز الملك سلمان الدكتور عبدالل الربيعة أن المركز سيقوم بشحن الكمية المخصصة وإيصالها إلى المستشفى بالتنسيق مع اللقنة العليا للغاثة ووزارة الصحة ومستشفى الثورة بتاعز طالب تحالف منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز ميليشيا المخلوع صالح والحوثي بالإفراج عن الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي ودعا في بيان كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على ميليشيا لانقلاب للإفراج عن الجبيحي إن مثل هذه المحاكمة الهزلية والحكم القائر والمنعدم الصادر عنها وقرام الاختطافات وأعمال التعذيب الوحشية التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين في معتقلات ميليشيا الحوثي وصالح لن تثنيهم عن ممارسة حقهم في مناهضة مشروع الانقلاب على سلطات الدولة ومؤسساتها وتعريته بكافة الوسائل المشروعة أمام الرأي المحلي والدولي يرغب الانقلابيون الحوثيون وحليفهم صالح في استمرار الحرب ورفض الحل في الوقت نفسه لكنهم يعلنون موافقتهم لأي جهود للحل السياسي بهدف المناورة وعند الاقتراب من انهيارهم عسكريا المثير في المشهد اليمني خروج الأمم المتحدة بتصريحات تحدد فيها مواعيد المفاوضات كلما كانت الشرعية وقوات التحالف على وشك تحرير مدن كبرى تمثل عاملا محوريا في موازين القوة كما يجري حاليا من ترتيبات عسكرية كبيرة لتحرير مدينة وميناء الحديدة فيما يحذر ولد الشيخ من تحريرها الأمم المتحدة حددت نهاية ماي القادم موعد استئناف المشاورات اليمنية أما أساس التفاوض فلم يعلم بعد عن تغيرات جوهرية فيه ولا تزال خارطة ولد الشيخ التي كانت في الأساس خارطة كيري تمثل الخارطة المطروحة لكنها خارطة مرفوضة من الشرعية وقوات سياسية يمنية معتبرة وربما من التحالف العربي بقيادة السعودية وكانت تصريحات العسيري قبل أيام أكثر وضوحا حيث أكد رفض التحالف العربي أي أفكار رمادية تجعل الحوثيين وصالح جزءا من الحل ومن موسكو عاصمة روسيا الاتحادية جاء تأكيدا من وزير خارجية السعودية التي تقوم عمليا بقيادة التحالف العربي على أن الحل السياسي الوحيد في اليمن يستند على قرار مجلس الأمن 22-16 ما الجديد إذن حتى تعلن الأمم المتحدة عن موعد استئناف المشاورات وهل أقنعت الإنقلابيين الرافضين للحل السياسي بالخضوع لصيغة حل في إطار المرجعيات الثلاث يحتفظ المبعوث الأممي الخاص لليمن ولد الشيخ أحمد بالإجابة عن سؤال الضمانات وموقف الإنقلابيين لكنه يبدو غير مقتنعا بضمان الحوثيين وصالح لأسباب تتعلق برفضهم للحل السياسي وفقا للمرجعيات وأسباب أخرى لها علاقة بارتباط قرار الإنقلابيين بإيران عملية توعية طائفية مكثفة تقوم بها الميليشيات الحوثية خلال الآوينة الأخيرة وفقا لما كشفته مصادر يمنية عن استضافة الحوثيين لشخصيات لبنانية طائفية تتبع حزب الله اللبناني لإقامة دورات تربوية وتوعوية مكثفة لعناصر حوثية في مراكز توعية تم استحداثها في منطقة الجراف بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر إيلول 2014 المصادر تحدثت عن اعتماد الميليشيات الحوثية بمعية مشرفين لبنانيين على مناهج طائفية مستوردة من لبنان وإيران وتقيم لقاءات ودورات ومحاضرات مكثفة عن ولاية الفقيه ومظلومية الشيعة وفي الوقت نفسه تكرس الكراهية ضد اليمنيين باعتبارهم عملاء لما تسميه الأدبيات الشيعية قوى الاستكبار العالمي يقوم الحوثيون بمعية مشرفين لبنانيين يتبعون حزب الله بتكريس الفكر الطائفي ويعملون على تطييف المجتمع اليمني من خلال مناهج وملازم وكتب طائفية والسعراض أفلام سيرة ذاتية ووثائقية لقادة الثورة الخمينية وقيادات شعية عراقية وكذلك عن عوامل نجاح مشروع حزب الله في لبنان ودور حسن نصر الله وعن السمع والطاعة لولي الفقيه عمليات التوعية الطائفية تتم أيضا عبر نساء حوثيات درسنا في إيران وكنا في الأصل مع أزواجهن الذين درسوا في الحوزات الشيعية وبدأ النشاط بشكل فعلي منذ عودتهن في العام الفين واثني عشر وحاليا باتت عملية التدريب والتوعية عملية ممنهجة من إيران حتى تتمكن من خلال وكلائها الطائفيين الحوثيين من السيطرة على المرتكزات العقائدية والسياسية والعسكرية للحوثيين وضمان قيادة حوثية بشخصيات تدين بالولاء العقائدي المطلق لإيران من أجل أن تكون مأري بنموذجا للمحافظات المحررة تسعى السلطات المحلية والمنظمات والجمعيات الخيرية والفرغة التطوعية بإلى عمل بشكل متكامل لتقديم خدمات نوعية للمواطنين أبرزها المجال الصحي والتعليمي مدارس مدينة مأريب تشهد حراكا تعليميا ملموس في ظلمات عانيه من ازدحام كبير في فصولها بسبب الإقبال الكبير للطلاب الوافدين من خارج المحافظة وهو الأمر الذي دفع القطاع الصحي هنا إلى تدشين حملة طبية تهدف إلى توعية الطلاب وتقديم خدمات صحية لهم أبرز ما وجدناه معانيناه في هذه الحملة هي أمراض الحوال المخفي وجدنا حالة إنسانية صعبة جدا كما تلاحظوا أيضا عند بوابات المدارس مجرد ما أنسمع الأهالي بهذه الحملة حتى جاءوا ليس فقد الطلاب وإنما أهالي الطلاب أمراض الديدان وأمراض الإسهالات حالات إغماية كثيرة حصلناها بسبب الجوع وبسبب أمراض أخرى حالات صحية لم تعالج ولم تذهب إلى المستشفى الفراغ الطبية التي باشرت أعمالها مطلع الأسبوع الجاي تهدف حسب القائمين عليها إلى تقديم عناية طبية لطلاب المدارس ومكافحة بعض الأمراض الأكثر شيوعا في فصل الصيف أنا أحد المستفيدات من الحملة الطبية كنت أعاني من بعض الآلم في الرأس وصداع شديد دخلت عند أحد الأطباء جاب لي وصفة طبية إن شاء الله أن يتحسن ونشكر الفريق الطبي على تعاونهم معنا ونتمنى أن يكونوا متعاونين معنا أكثر إذن بالنظر إلى الجهود المبذولة والمقدمة من جهات عدة تبقى الحاجة ملحة وضرورية لإيجاد أكبر قدر من الفرص التي تنعكس إيجابا في تقديم خدمات مجتمعية ملموسة وقريبة لساكن هذه المحافظة من أجل إيجاد بيئة صحية في مدارس مأرب يعمل هؤلاء فالوقاية خير من العلاج رشاد النواري يمن شباب مأرب أصدر الرئيس عبدرب منصور هادي قرارا جمهوريا شمل تغييرات وزارية في الحكومة وقضت القرارات التي نشرتها الوكالة الرسمية بتعيين جمال محمد عمر وزيرا للعدل ومعين عبد الملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق وابتهاج أحمد الكمال وزيرا لشؤون الاجتماعية والعمل ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان وسامير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان وأصدر الرئيس هادي قرارا آخر بتعيين عبدالله علي علي ومرشد علي العرشاني والخاضر محمد السعيدي ووحيد علي رشيد ومحمد علي باشا ماخ أعضاء في مجلس الشورى إضافة إلى إعفاء هاني بن بريك من منصبه وزيرا للدولة وعضي مجلس الوزراء وإحالته إلى لجنة التحقيق أصدر رئيس الجمهوري عبدالرب منصور هادي قرارا رئاسيا أقال بموجبه محافظ عدن عيدروس الزبيد من منصبه وتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية وعين رئيس هادي في المنصب مستشاره الرئاسي عبدالعزيز المفلحي